قرأت صوت البقرة وما شفت لها أي فائدة قرأت صوت البقرة ثلاثة شهور ما شفت أي فرق استغفرت ما فات قبل ما تقرأين صوت البقرة هل نظامك في قراءة صوت البقرة أنه بصرعة بس أمشي لأختمها هل معقولة 286 آية طيب وكل آية أقوى من الثاني هل معقولة 286 آية ما أثرت فيك هل معقولة 286 آية ولا آية غيرت فيك شيء ولا آية لمست قلبك استحيد لو خدتي لو آية وحدة من كتاب الله جل وعلا وعملتي بها وتدبرتيها ما قدتك صوت البقرة كلها لو قدت لك على قلة لو آية وحدة آية وحدة لو خدتيها وطبكتيها وآمنت فيها وتدبرتيها وعملتي بها ما شفتين عادي ما يحتاج أن نستغرين صوت البقرة فترة طويلة لا أنا أقدر أقولك أنك تقدرين تطبين طيب بتفكر وتدبر وتماعن وعمل لو بآية وحدة يعني الآن أنت قريتي صوت البقرة بناء على أنه رح يكون فيها شفاء طيب فيها الكثير من الآيات اللي تشفي قلبك وتحسن حالك وتطبط عليك وتواسيك لكنك أنت غفلت عنها ليش؟ أنك بالسرع تبين تختمينها الإنسان خلق عجولة للأسف ويحب النتائج السريعة الآن مثلا أنا لو أنا دكتورة الحين فرضا رحتي للدكتور لابتلي يا دكتور أنا فيه كذا وكذا وكذا وأبغى تعالج طيب أوكي كتب لك الوصفة ما ليش القلم كتب لك الوصفة كتب لك وصفة كاملة خذها يلا خذيها يا فلانة تعليق بعد شهر طيب تاخذها تفتحها تقراها 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 بس تقراها بس تقراها 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 ما عملت فيه وصفة فيه وصفة ما عملت طيب بدا تجي بعد شهر تبعوا الله يا الدكتور والله ما فات أكيد الدكتور يعني لما تجين هو بيقول لك اعملي أنا حاط لك الوصفة هنا طيب زي الناس اللي تكرون زي الناس اللي يكرون كتاب الله سبحانه وتعالى و وفيه فيه فيه علاج طيب وفيه علاج أساسي حتى لجذور المشكلة اللي يتعاني منها ولكن هي ما تبي تنفذ ولا تبي يطبق ولا تبي أصلا تعمل بس أقرأ ما ينفع إذا الله سبحانه وتعالى عطاك علاج وعطاك طريقة وعطاك وصفة سبحانه وتعالى خلاص اقريها ونفذيها الله سبحانه وتعالى ما يبي يتكلم عن المؤمنين أو يذكر المؤمنين دائما يذكرهم يعني دائما يذكرهم مع العمل الصالح الذين آمنوا آمنوا بكتابي وعملوا الصالحات وعملوا بما قلت فقط هي كده المسألة مسألة ما هو بني أنا أقرأ هذا إيمان أوكي خلصنا إيمان وبعدين يجب التنفيذ الإيمان هو ما وقر في القلب صدقه العمل الحين لما نقول لك أروح الدكتور أقرأ الوصفة شو الفائدة أقرأها 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 شو الفائدة طيب لذلك كلام الله سبحانه وتعالى فيه الكثير من الآيات الكثير التي تعالج قلبك وترممه وتحييه بعد موته وتخرجك من الظلمات إلى النور وتشفيك وتنور بصيرتك فيه هداية بس الهداية هذه متى تحصل لما أنا أهمل لما أنا أقرأ الآية آمنت بها وأهمل بها وعمل الصالحات كذا تشوفين نتائج فورية ما يحتاج أقول لك أنك راح تقدين شهر كامل لشان تشوفين نتائج لا لا فورية طبقت الآية طيب و عفوا قرأت الآية تفكرت فيها طبقتيها لأنها فيها أوامر كتاب الله سبحانه فيه أوامر فيه افعل وفيه لا تفعل طيب لذلك حد الوصفة فيها سوي كذا حتى الوصفة فيها افعل الأشياء الفلانية ولا تفعلين الأشياء الفلانية طيب لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى كتاب الله أيضا فيه أوامر فيه افعل ولا تفعل طيب بني أبتعد عنها بأن لا تفعلها بجازين الله سبحانه لأني أنا اتقيته للك كلام الله سبحانه لم ينزلها الله جل علاه لقراءة فقط ما الفائدة من القراءة بدون تفكر ما الفائدة من القراءة بدون عمل ما الفائدة تقرأه على الناس على مكث على مكث ونزلناه تنزيل يعني على تأني عشان لما أنا أسمع الآية أتدبرها وأفهمها وأحاول أعمل بها يقول الله جل علاه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا تحرك به لسانك اللي تعجل به لا تستعجلين وانت تقرين صوت البقرة على إيش تختمينها على إيش طيب تختمينها ما الفائدة من الختمة وانا ما طبقت وانا ما اتمعنت ما ينفعل نظام هذا كلام الله جل علاه لم ينزل يعني لهذا الهدف فقط لقراءته لا للإيمان به والعمل دليل إيماني طيب ودليل صدق إيماني هو العمل به علاه لا تحرك به لسانك اللي تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يقول لك الله سبحانه إذا قريتيه إذا قريتي كلامي اتبعيه يعني نفذي نفذي كلامي اعملي فيه طبقيه سبحانه وتعالى ثم يقول الله جل علاه ثم إن علينا بيانة إذا قريتي آية رح ابحثي عنها لماذا نزلت وما مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وقرأ التفاسير قولي كيف أعمل بهذه الآية حتى تصل هذه الآية إلى قلبي كيف تصل إلى القلب بالعمل لأن الله يقول جل علاه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني أنت الآن قريت سورة البقرة فيها 286 آية ولا آية افتحت قلبك لك أنت بس فقط مستعجلة طب الله يقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ما قال أفلا يختمون أفلا يستعجنون بقراءته أفلا يقرؤون بسرعة لا أفلا يتدبرون القرآن يقول الله سبحانه وتعالى أنه أنا أريدكم معنا الآية أنه أنا بيكم تدبرون كتابي تقرين الآية تفكرين فيها تتمعانين فيها تتأنين فيها تقرين المعاني الصعبة في الكلمة في الآية تقرين لماذا نزلت اقرأ تفاسير كثيرة حول تجمعين أ vere甚麼 كيف أعمل بهذه الآية أقرأي تفاسير أقرأي يمكن ثلاث تفاسير إذا ما فهمت من تفسير الأول ممكن تفهمين من تفسير الثاني إذا ما فهمت من تفسير الثاني ممكن تفهمين من تفسير الثالث لعل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح على قلبك هو راح تصلين الى المعنى ولكن يجب علينا أن نحاول نفهم نتدبر طيب التدبر هو النظر إلى سياق الآية أشوف الشئ الآية لقبلها أشوفش الآية لبعدها إذا ما فهمت هذه الآية أروح أجب مع الآيات كلها لنفسها لأن القرآن يشرح بعضها طيب طيب إحنا سبحان الله لعني تلقين لك آية طيب وتلقين في ثلاث سورة ثانية نفسها بس يختلف السياق إذا جمعتي كل الآيات لنفس الآية لجمعتيها راح تلقين عدة معاني حتى راح تصرين إلى معاني أكثر وأعمق الله يقول سبحانه أنه أنا بيّنت لكم الكتاب كل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يقول لك ربي سبحانه أنا أحكمت آياتي وفصلتها وفيه تبيان لكل شيء فمعقولة صراحة أنه 286 آية ما تأثر فيك كلام الله سبحانه وتعالى عظيم جدا يقول الله سبحانه وتعالى وأنه ندز من القرآن ما هو شفاء ورحمه هذا كلام الله يقول لك كلام شفاء يقول لك كلام شفاء يشفي قلبك فتحسن حياتك فمن الآن أقول لك لا تستعجلين أبدا أبدا إيك يعدي لو على الآية عادي سبول عادي خذي راحتك ما وراك شيء أهم شيء أني أعمل أهم شيء أني أرضي الله أهم شيء أني أصل إلى نقطة ترضي الله سبحانه وتعالى لأن نحن لأننا نحن مو في سباق مين يقرأ أكثر مين يستعجل أكثر مين بسرعة يختم القرآن لا مو مسألة هنا مسألة العمل الله تلكفر بحفظه لكن المسألة العمل أعلمك حاجة مهمة لو تدبرت الآية راح تحفظينها تلقائيا بدون أي مجهود ليش لنك فهمتيها وعملتي بها